أتواجه لأني إلى قدس وزميل عصام عكر ماوي موفد أو مراسل بي بي سي عصام مرحبا بك دعنا نرسل آخر تطورات حيث أن أحد المواقف التي يجدر أن نتوقف عندها هي موقف قادة المستوطنات إذا ما يسمى أمريكيا بصفقة القرن هناك وفد من الزعماء المستوطنات مجلس المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ذهب إلى واشنطن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وأيضا لاجتماع مع المسؤولين أمريكيين في واشنطن نقل عن هذا الوفد الذي اجتمع مع نتنياهو ليلة أمس قوله أنه يشعر بالقلق مما سماها التنازلات التي قد تضطر إليها إسرائيل من أجل تمرير اتفاقية وخطة السلام الأمريكية كما يطلق عليها رسميا المستوطنون قالوا أنهم يخشون من أن يوافق نتنياهو على إقامة دولة فلسطينية هم يعتبرون ذلك خطا أحمر بالنسبة لهم ونقل عن أحد زعماء المستوطنين قوله أنه إذا كان الخيار بين ضم إسرائيل للمستوطنات وغول الأردن أو بقاء الوضع على ما هو عليه الآن دون إقامة دولة فلسطينية فإنهم يفضلون الوضع القائم وقالوا أنه لا يوجد ضمنات من أن هذه الدولة الفلسطينية إذا ما أقيمت ستشكل خطرا على إسرائيل كما زعموا أيضا قال أحدهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول التقليل من أهمية هذه الدولة الفلسطينية من خلال القول لهم أنها ستكون منزوعة السلاح تماما وأنه لن يكون هناك تواصل جغرافي في معظم المناطق الفلسطينية وأن إسرائيل ستضم كل المستوطنات كما أنها ستضم غول الأردن وأن الدولة الفلسطينية إذا قامت ستقوم فقط على حوالي 70% فقط من الضفة الغربية بالإضافة إلى أن القدس المؤحدة ستبقى عاصمة لإسرائيل لكن كما يقول المستوطنون هم يشعرون بالخلق من هذه الترتيبات وعصم موقف روسي صدر اليوم فيه بعض الضبابية غير واضحة المعالم بما أنه لم يجري بعد الإعلان عن ما يسمى أمريكيا بصفقة القرن بنيمين نتنياهو سيتوجه غدا إلى موسكو وليس كذلك؟ بالفعل قالنا قبل قليل أن بنيمين نتنياهو سيتوجه مباشرة من واشنطن إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعروف أن بوتين كان هنا في القدس الأسبوع الماضي لحضور منتدى الهولوكوست وكان له لقاء مطول مع بنيمين نتنياهو وكان هو نجم الشرف لهذا المنتدى لكن من الواضح أن ذهاب نتنياهو إلى موسكو في هذا الوقت يدل على الأهمية أو الدور المتنامي لروسيا في المنطقة ورغبة نتنياهو في الإبقاء على علاقات قوية مع الروس في هذه الفترة وعصام ما الذي يجري فيما تعلق بطلب بنيمين نتنياهو طلب سحب طلب الحصان الذي كان تقدم به؟ بالفعل طوني هذا هو محتل صدارة الصحف الإسرائيلية هذا اليوم وليس مسألة صفقة القارن كما يطلق عليها الصحف الإسرائيلية اليوم نقلت أن نتنياهو قرر صحب طلب الحصول على الحصانة لإدراكه أنه كان سيخسر لأنه يفتقد إلى الأغلبية الضرورية أنت تعلم أن الكنيسة في عطلة أو الآن لأنها حلت بعد الإعلان عن الانتخابات يتم حل البرلمان لكن كان سيتم عقد جلسة طارئة جلسة استثنائية لبحث هذا الموضوع بالذات من خلال تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلب نتنياهو لكنه سحب هذا الطلب وسارع الادعاء العام إلى تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في المحكمة اللوائية في القدس على أن تبدأ هذه الإجراءات يعني إجراءات التحضير للمحاكمة خلال أيام لكن المحاكمة نفسها ربما لن تبدأ إلا بعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في الثاني من آذار مارس المقبل شكرا جزيلا لك زميري عصام عكرماوي مرسل بي بي سي في القدس